شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مرسم الاحتفال بتخرج دورات جديدة للدارسين الوافدين لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة بالمنشآت والمعاهد التعلمية بالقوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب أحمد وصف رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة استعرض فيها أنشطة ومجالات التعاون في الاعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن مرحل الإعداد والتنفيذ للدورات الدراسية المختلفة بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالموضوعات التخصصية التي تم التدريب عليها نظريا وعمليا بالمنشآت التعليمية والتدريبية واستعرض أقدم الدارسين الوافدين أوجه الاستفادة من الدورات المختلفة وما اكتسبه خلالها من العلوم والخبرات الحديثة التي تمكنهم من تنفيذ مهامهم المستقبلية وقدموا الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية واهتمام طوال مدة دراستهم بمصر وأكد الفريق محمود حجازي على عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري والأمني التي تربط القوات المسلحة توانا ضائرها بالدول الإفريقية الشقيقة وفي نهاية الاحتفال قام الرئيس الأركان بتوزيع شهادات التخرج على الوافدين الأفارقة تقديرا لأدائهم المتميز طوال مدة دراستهم بالقوات المسلحة حاضر الاحتفال قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وممثلون عن وزارات الخارجية والصحة والسفراء الملحقين العسكريين لعدد من الدول العربية والإفريقية